اشتركوا في القناة قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه شهر الصيام هو شهر القرآن فأراد صلاوات ربي وسلمه عليه أن يرغبنا في القرآن في شهر الصيام فجمع لنا بين آثار الصيام وآثار تلاوة القرآن بخاصة في شهر الصيام وأخبر أن من أعظم تلك الآثار الشفاعة والشفاعة هي التوسط لدى الحق سبحانه وتعالى ليغفر من الذنوب ما لا تغفره إلا الشفاعة أو ليرقي العبد في الدرجات العولى مما لم يفعله أو لم يستحقه بعبادته وإلا لمستم يستفعه فإذن يشفعان فيه إما ليدخله الجنة وإما ليرقيه في مقامات القرب إلى الله ونحو ذلك مما لا يستحقه على الحقيقة إلا بفضل من الله سبحانه وتعالى فأخبر أن الصوم يشفع عند الله سبحانه لعبده ويقول يا رب ما نعته بالصوم الطعام والشهوة وأتى بها عامة شهوة النظر وشهوة الغيبة وشهوة النميمة وشهوة الكلام وشهوة الاستماع لما كل المعاصي صغيرها وكبيرها دخل في هذا فمن حقق هذا المعنى في الصيام وامتنع عن كل ما يخدش في كمال الصيام دخل في هذا وشفع الله فيه ذلك الصيام ويأتي القرآن الكريم ويقول يا رب شفعني فيه فقد منعته النوم بالليل وهنا تفهم مراد المصطفى صلوة ربي وسلامه عليه أن القرآن إنما يشفع لصاحبه الذي أعطاه حقه من الليل ولو شيئا قليلا لكن منع صاحبه من الليل وجاهد نفسه في تلاوة شيء من القرآن في الليل والذين جاهدوا فينا لنهديناهم سبولنا فيشفقال فيشفعان كل من القرآن ومن الصيام القرآن منعه النوم في الليل ومنعه شهوة النوم والصيام منعه شهوة الطعام وغيرها من الشهوات كل ذلك يكون أثره الشفاعة قالوا إن الحكمة في الجمع بينهما أن كلا العملين ترك فالصيام ترك لشهوة الطعام والشراب وغيرها والقيام كذلك ترك لشهوة النوم والراحة فلما جاهد نفسه في الصيام وفي القيام وتارك ما ترغب فيه النفس جوزية بذلك العطاء يوم القيامة فاللهم شفع فينا الصيام وسلم لنا الصيام وسلمه لنا وشفع فينا القرآن الكريم ووفقنا للقيام بما تيسر من تلاوة كلامك العزيز وجاز عنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما هو أهله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته